عن عمر الناهز التاسع والتسعين رحل الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز الابن الثاني عشر لأبناء الملك المؤسس عبدالعزيز أهل سعود ولد عام الف وتسعمية وستععش في الرياض وتربى في كنف والده وتلقى تعليمه على يد عدد من المعلمين والعلماء في العام الف وتسعمية وخمسة وتسعين استلم إدارة شؤون الدولة وأصبح الملك الفعلي بعد إصابة الملك فهد بجلطة دماغية وفي الأول من آب عام الفين وخمسة تولى الحكم بشكل رسمي شاغلا منصب رئيس مجلس الوزراء في الوقت نفسه وفي أول خطوة إصلاحية اتخذ الملك عبدالله سلسلة من الإصلاحات منها زيادة صلاحيات مجلس شورى الدولة كما نظم أول انتخابات بلدية جزئية في تاريخ المملكة وفي العام الفين وحد عشر أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز قرارا يسمح للمرأة بأن تصبح عضوا في مجلس الشورى في بلادها وأن تترشح لانتخابات البلدية وفي عهده افتتح الملك عبدالله بن عبدالعزيز عام 2009 جامعة الملك عبدالله للعلوم وهي أول جامعة مختلطة في المملكة إضافة إلى إنشاء عدد كبير من الجامعات المتطورة وأطلق مشاريع اقتصادية ضخمة منها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية كما خصص في عهده 36 مليار دولار لإيجاد وظائف جديدة وبناء وحدات سكنية لمساعدة العاطلين عن العمل هذا وقد حافظ العاهل السعودي على مكانة المملكة كأكبر مصدر للنفط عالميا على المستوى الإقليمي أطلق الملك عبدالله عندما كان لا يزال وليا للعهد عام 2002 مبادرة السلام العربية من بيروت والتي تقوم على مبدأ الأرض مقابل السلام مبادرة تبنتها القمة العربية لتصبح مبادرة سلام عربية متكاملة وفي العام 2007 بذل العاهل السعودي جهودا لإتمام مصالحة بين الفصائل الفلسطينية واستضافت المملكة مؤتمرا للمصالحة بين حراكتي فتح وحماس في مكة ورعى في العام نفسه اتفاق مصالحة بين السودان وتشاد لنهاء التوتري بينهما كما جمع أطراف النزاع في الصومال للتوقيع على اتفاق مصالحة بعد موجة الانتفاضات الشعبية التي عصفت بالمنطقة حضرت المملكة السعودية لاعبا أساسيا بشخص الملك الراحل ففي اليمن وبعد ثورة الشباب ثورة فبراير قدمت المملكة مع دول مجلس التعاون الخليجي مبادرة شكلت أساسا لتسوية مستعصية والتي قادت إلى تنحي الرئيس علي عبدالله صالح وتنصيب إدارة انتقالية ويعتبر الملك عبدالله بن عبدالعزيز من أثر أثرياء العالم الذكرت مجلة فوربز الأمريكية في نشرة لها حول أغنى الملوك في العام 2010 أن قيمة ثروته تقدر بـ 18 مليار دولار ترجمة نانسي قنقر